بسم الله الرحمن الرحيم في التعداد العام لهذا السن سن الحجائي وخصص هذا الشوط لثيات الأبكار مباشرة أسير إلى المركز الأول وأرى في الصدارة في هذه اللحظات هذه اللي في المركز الأول حاملة رقم 56 اللي هي الراية حق صالح بن سالم بن عبدالله الصيعري هو من يتقدم هذه الجموع أن تقلل المركز الثاني وأرى بالمركز الثاني في هذه اللحظات سمح حق ناصر بن السعودي بن حمرور العامري دور دور المركز الثالث وتحمل رقم 83 هذه اللي واصل الشاهينية حق محمد بن سعيد بن مبارك الزرعي ولكن دخول على المركز الثالث في هذه اللحظات الله يا سلام يا هذه الشعارات يا هذه الأسماء التي جاءت من كل حدب وصوب للمشاركة في هذا المهرجان الكبير قطعنا 2 كيلومترات والمسافة المتبقية مثلها أعود إلى المركز الثاني في هذه اللحظات يا سلام يا هذا المركز الثاني في هذه اللحظات حامل رقم 6 هذه همس حق حميد بن محمد بن حمود الدرعي والمركز الثالث في هذه اللحظات تتواجد الشاهينية ويتواجد محمد بن سعيد بن مبارك الزرعي أما المركز الرابع التقدم في هذه اللحظات التقدم لصالح رهاء حق سالم بن أخجين بن سالم بن عايض العذبة يتواجد على المستوى الرابع أما المركز الخامس يا سلام يا اللي واصلة هذه هجر حق عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي هو من يتواجد على المركز الخامس والمركز السادس في هذه اللحظات يا سلام يا هذه الشعارات هذه اللي وصلت في هذه اللحظات فزع حق أحمد بن خليفة بن علي الدرعي يتواجد في هذه اللحظات على المركز الخامس أما المركز السادس المركز السادس أيها الأخوة نوادر حق راشد بن زيد بن محسن انديل هو من يتواجد على المستوى السادس والمركز السابع في هذه اللحظات هذه اللي وصلت مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء إذن تغييرات سريعة بين الحين والحين على مقدمة الشهوط يا السلام يا هذا الشهوط يا سلام يا هذه الأسماء المشاركة إذن ندخل في الكيلو المتر الأخير إلى الكيلو الامتحان يا سلام يا سلام يا شهينية هي من تتواجد ولكن ولكن اعذرون عن بقية المراكز خلونا مع مقدمة الشهوط خلونا مع هذا الانفراد الكامل عن بقية المراكز الله يا سلام يا سلام يا هذا العرض يا سلام يا هذا الأداء هذه مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء حق صالح بن سالم بن عبدالله الصيعري هو من يسيطر على مقدمة الشهوط بهذا الانفراد الكامل ولكن المركز الثاني شعار منصور بن علي لغفيلي يتواجد على المستوى الثاني والمركز الثالث للدرعي ولكن خلونا مع مقدمة الشهوط خلونا مع المركز الأول الراية يا الله يا الراية إذن رفعت راية الفوز مع الأربعمائة متر الأخيرة أما المركز الثاني المركز الثاني في هذه اللحظات مراسيل لسعيد بن علي بن سعيد الغفيلي والمركز الثالث القدوم القوي في هذه اللحظات من زاهية لسليمان بن سلام بن سليمان الإقهني الله إذن أيها الإخوة إذن حامل رقم 62 زاهية لسليمان بن سلام بن سليمان الإقهني إذن ولا يخيرت في هذه اللحظات مع المئة وخمسين متر إذن سلام يا الإقهني سلام 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 برويشت سلام بمناسبة هذا الانقاذ وهذا الفوز أما المركز الثاني حامل رقم 56 الرايل صالح بن سليمان بن عبدالل الصيعري والمركز الثالث تحمل رقم 38 هجر حق عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي أما المركز الرابع مراسيل لسعيد بن علي الغفيلي والمركز الخامس مع لقنا المركز الخامس أيها الأخوة حامل رقم 53 اللي هي فرحة حق صالح بن محمد بن صالح العامري هذه هي النتيقة للمراكز الخمسة الأولى والتوقيت الأفضل يذهب في هذا الشوط إلى برويشت لقهني تهانينة والناموس له بمناسبة هذا الفوز مع زاهي لسليمان بن سلامة بن سليمان لقهني برويشت والتوقيت الزمني 5.57 تسعة أجزاء من الثانية ليبقى التوقيت الأفضل مع عصيله لمحمد بن سليمان بن الشينة الدرعي خمس دقائق سبع وخمسين أربعة أجزاء من الثانية إذن تهانينة والناموس المركز الثاني ست دقائق خمس أجزاء من الثانية مراسيل أما المركز الثالث هي الأخوة مراسيل سعيد بن علي بن سعيد لغفيلي أما المركز الثالث حامل رقم 38 اللي هي هجر حق عمير بن سليم بن قنزول الشامس ست دقائق ثانيتين أربعة أجزاء من الثانية تهانينة والناموس ترجمة نانسي قنقر